السلام عليكم قبل كل شي خلينصلي على محمد ولا محمد عليهم افضل الصلاة واتم التسليم شنونكم بنات فيديو اليوم راح يكون طبخة كلش سهلة وسريعة وتقدرين تسويها باي وقت اذا كان عنديش خطار او مستعجلة وراح يكون فيديو اليوم ايضا مشترياتي من حاجات المطبخ يعني القطعة بالف او اكثر واحنا مستمرين بحملتنا يدعم القنوات المبتدئة واليوم ان شاء الله راح تكون ويانا خمس قنوات راح تشوفونا روابطها ان شاء الله باول تعليق مثبت يلا تعالوا شوف تفاصيل الفيديو اليوم حبايبي وقبل ما نبدي الفيديو حبايبي اللي ما مشترك بالقناة خليش تركي فعل خاصية الاشعارات ولا تنسوا اللايكات وتعليقاتكم الجميلة حبايبي وصفتنا هي تونة بالصصة الحمرة مثل ما تشوفون هذي علبتين منها طبعا هي بيها فوات صحية هذي التونة وهي نوع من الاسماك المعلبة القطعة الوحدة منها سعرها بالف دينار يعني ما راح تكلفت وهنا عندي كمية من البصل اللي ثرمتها نائم وعندي صلصة الطماطع اللي اني جهزتها بمحاضرة للطعام وهذه اختيارية بدرون تستغنون عنه الصلصة اللي ما يحبون تكون الوصفة هذي بالصلصة الحمرة يلا تعالوا نشوف طريقة العمل بكلش سهلة وسريعة ونبدأ حملتنا لدعم القنوات الممتدئة مع قناة يوميات ام علي ادخلوا القناة ان شاء الله راح تعجبكم ولا تقصروا مياها وسلموا لي عليها وبلشت بالطبخة بالطعوة خليت كمية كلش قليلة من زيت النباتي وخليت البصل اللي اني مجهزته مصروم ناعم وبدأت احمصها الى ان يذبل ويشقر لونه ومثل ما اقولكم دايما البنات اذا ردتوا الخضروات ما تكون بها سوائل وتكون مقرمشة فاضيفوا لها رشة من الملح راح يساعد على تغيير السوائل من هذه الخضروات تسويها مقرمشة ولان طبختنا لهذا اليوم هي نوع من الاسماك فهنا اضفت كمية من اللثوم اللي اني محتفظة بيه بالفريزة ينطي طعم كلش طيب لهذا الوصفة حمستوية البصل حتى تطلع النكحة وبعد ما تأكدت انه البصل والثوم اخذت تشويحها واشقار اضفت صلصة الطماطع اللي اني مجهزته ومثل ما قلت لكم بنات اللي ما يحب التونة بالصلصة الحمرة لا يضيفها وبعد ما تأكدت انه الطماطع استويت واخذت تشويحة المطلوبة ويالبصل والثوم اضفت كمية التونة اللي عندي وشوفوا بنات هذا الزيت اللي هي تونة راح ينطيها طعم كلش طيب وبديت اقلب المواد وهذا تكون طبختنا صارة جاهزة حتى قدمها للعائلة حبايبي اذا وصلتوا لهذا المقطع اتمنى ما تنسون اللايكات وتعليقاتكم اللي تسعيني وتنطيني طاقة ودعم وثاني قناة بدعمنا لهذا اليوم قناة يوميات بيتنا الجميل ادخل الفيديوهات ان شاء الله راح تعجبكم ولا تقصروني اياها وسلموا لي عليها واكيد حتى تكون واجبتنا او غدانا يكون متكامل ومشبع فسويت تمن او رز ابيض واكيد كلكم تعرفون هذه الطريقة وموجودة قناتي بكثير فيديوهات وهذا غدانا صار جاهز طبق اللتونة مع لمسات بسيطة ضفت له كذبرة خضرة مثلومة مكانكم خالي وسهمكم العافية حبايبي هذا غدانا وهذه طبقتنا طبق اللتونة بالصلصة الحمرة او سويت بجانبها طبق الرز او التمن الابيض جربوها بنات هذه الوصبة ان شاء الله راح تعجبكم كلش طيبة او مشبعة طبعا وقدمتها بهذا الشكل العائلة والحمد الله وشكرا بنات يلا تعالوا نكمل فقرات الفيديو لا تنسوا اللايكات وثالث قناة بدعمنا لهذا اليوم قناة يوميات رغد ادخلوا لهذا القناة وشاهدوا فيديوهات ام الصفر ان شاء الله راح تعجبكم لا تقصرونيها وسلموا لي عليها بنات اللي اني دايما من اروح للأسواق اشوف بعض القطع اللي اني محتاجتها للمطبخ واشوف اسعارها مناسبة فاجيبها فجمعتهم وصورتهم بهذا الفيديو فتعالوا شوفوا شنو هذه المشتريات واسعارين حبابي لا تنسوا اللايكات واول هذه القطع هذه المصنوعة من الاليمنيوم استعمال واحد بس بصراحة بنات اني استخدمها اكثر من مرة احافظ على نظافتها وهذه طبعا حلو بيها انه اياها الغطى هذه تفيد بالسفرات او اي اكل يبقى عندي تغطي وتحتفظين بالفريزر وسعر القطعة الوحدة بألف دينار يعني القطعة اتينة بألفين وهذه السلة جبتها الحوض السينك اغسل بيها الخضروات والفواكه شكلها حلو لونها رصاصي اعجبني وسعرها مناسب القطعة كانت بألف دينار وهذه سلة من الخوص هذه ثاني مرة اجب منعتها هذه المرة اجبت حجم صغير سعر القطعة بألف دينار اخلي بيها المعجنات او الصمون وهذه الحافظة كنت محتاجتها اخلي بيها البيض واحفظها بالثلاجة شكلها حلو وسعرها كلش مناسب القطعة بألف دينار ورابع قناة بدعمنا لهذا اليوم قناة يوميات ام آدم ادخلوا الفيديوهاته ان شاء الله رح تعجبكم ولا تقصنوا اياها وسلموني عليها وهذا سيت متكون من قطعتين مصنوع من البلاستيك اللي صحي ليحفظ المواد الغذائية يعني دائما اجب من هذه النوعية وسعر القطعتين بألف دينار وهذا قالب لصنع مكعبات الفلج او العصائر ما نستغنى عنه هذا دائما موجود بالفريزة سعر القطعة بألف دينار ومثل ما تدون بنات احنا ربات البيوت نستهلك سكاكين هواية بالمطبخ فاجبت هذه النوعية زيانة من السكاكين عجبتني القطعتين بألف دينار وكنت محتاجة هذا القطع القنينة الغاز كشكل وبنفس الوقت حتى يحمي القنينة من الثراب والدهون بالمطبخ سعر القطعة كان بألف وجبت ايضا هذه الحمالات للقدورة وشغلات الساخنة كان القطعة بألف وكان اخر المشتريات هذا القلاس او القدح سعره بألف دينار انا عندي وحدة من بنات تشرب ميه وانا شجع على هذا الشي فهي تستهلكين فجبت لها واحد بدالة بنات اذا وصلت لهذا المقطع اتمنى ما تنسوني لايكات وليزون قناتي اول مرة خليشتركي فعل خاصية الاشعارات حبايب شفتوا مشترياتي لهذه الفترة كانت حاجات محتاجتها بالبيت واسعارها كانت مناسبة وفيديو اليوم اتمنى عجبكم كان وصفتنا تونة بالصرصة الحمرة وسوت وياه صحن رز ابيض وشفتوا المشتريات واسعارها وشفتوا القنوات اللي شملها حمل الدعم هس راح نختم فيديو اليوم باخر قناة في حملات دعم وان شاء الله اتضروا حملات جديدة وختامها ميسك مع قناة يوميات ام زينب ادخلوا الفيديوهات ان شاء الله راح تعجبكم ولا تقصروني اياها وسلموني عليها يا حبايبي انتظروني في فيديوهات وحملات دعم جديدة ان شاء الله مع السلامة